أشرك الجمهور معنا في حاجات شخصية كده مسائل شخصية بيني وبينكو والنبي برضو تردوا علي وتقولوا لي رأيكم وإيه في اللي بيحصل ده أنا عايز أقول لكم من أول مبارح وفجأة فجأة كده فجأة إذا فجأة أصبحت هالة سرحان هي المحرد على ما يحدث في مصر وأصبحت هالة سرحان هي التي تحرد ضد المعتزمين والله العظيم وقرآن قال أنا بحرد ضد المعتزمين قال لي سنة وكم شهر يعني رسالتنا الأساسية هي السوار والثورة أصبحت هالة سرحان ربما هي الطرف الثالث يعني يمكن طلعت أنا الطرف الثالث الحرب وأنا دي أول مرة رح أقولها يعني يا دكتور أنا عادة أنتوا عارفين أتكلمش في موضوع ده ومش هتكلم فيها بتفاصيل كتير لأنه أقل من أن أنا أفتح موضوعات شخصية لكن الحرب اللي كان بيشنها نظام مبارك ضد الإعلام المؤثر والذي يدافع عن الحقيقة يبدو أنها لم تنتهي بسقوط النظام ولا بحبس حبيب العدلي الحرب مستمر وطرق أمن الدولة مستمر بس دلوقتي بقى مش أمن الدولة ولا الأمن الوطني حتستغربه يعني هي فئة قليلة لأنه أنا أحترم معظم الأخوة والأصدقاء من الطيار السلفي اللي بيشرفوني وبيكونوا موجودين معانا على الهواء والبرنامج أول برنامج فتح ممبر حرية لأصحاب الأفكار المستنيرة من الطيار السلفي والوسطية في الإسلام كانوا موجودين عندنا هنا في البرنامج ونرحب بيهم وحنرحب بيهم دائما وهم شركاء لنا في صنع ضمير هذه الأمة أمس عرضت عليكم الأخبار اللي بتدعي زورا وبهتانا إن أنا بحرض ضد المعتصمين ألا بحرض ضد قتل المعتصمين يعني بحرض على قتل المعتصمين كمان بقيت الثالث أتلا تخيلوا العباس إحنا دكتور كنت معانا يا دكتور طالبنا المتظاهرين بالعودة للتحرير حفاظا على حياتهم وحقنا يوم الأربع وحقنا لدمائهم خايفين عليهم أولادنا صورنا خاصة إن في طرف ثالث وفي بلطة جاية وفي ذرائع إنه يقول لك ده ما عرفش إحنا ما نعرفش مين الطرف الثالث اللي قتلهم فقلنا للشباب نرجوكم عودوا إلى التحرير حقنا للدماء خايفين على أرواحكم النهاردة الحرب اللي بدأت بارحه وقالك تحرض على قتل المعتصمين النهاردة كملوا بقى الحرب بعد أن تقدم الشيخ محمد الظواهري الشقيق الأكبر للدكتور أيمن الظواهري قائد تنظيم القاعدة ببلاغ للنائب العام ضدي صوروا ضدي أنا وضدي البرنامج بيتهمني فيه بنشر أخبار تسيء إليه وتتهمه بالتحريض للاعتداء على الجيش يعني أنا بتهمه زور قلت لكم بارح والنهاردة بكرر إذا كنا نحرض على شيء في هذا البرنامج منذ بدأناه فنحن نحرض على حقوق الشهداء ونحرض على إعادة أموال مصر المنهوبة في الخارج ونعرض على محاكمة من قتل الشهداء وملأ الأرض جورا وفسادا نحرض على مستقبل أفضل لمثل أريد أن أسأل الشيخ الزواهري من فينا اللي بيحرط أنا اللي طالبت بحقن الدماء أم أنت الذي استحبت الملثمين والأعلام السوداء إلى وزارة الدفاع بدلا من أن تطالبهم بالعودة السلمية أنا لم أمشر صورتك وسائل الإعلام كلها التي نشرت صورك مع الملثمين أريد أن أسأل الشيخ الزواهري هل دقت عليك الدنيا؟ هل حلت كل المشاكل التي صنعتها ولم يعد أمامك إلا هل سرحان لتطوردها وتحرد عليها؟ أريد أن أقول للشيخ الزواهري أنني منذ قررت أن أعمل في هذه المهنة وأنا لا أخاف إلا الله سبحانه وتعالى ولا أخاف من أن أقول كلمة حق أمام سلطان جائر لم أخف من نظام مبارك وزبانيته والشرائط موجودة والبرامج موجودة وكنت أول ما قلت الطاغية الدكتاتور الذي يجلس على الكرسي ولا يريد أن يغادر وكنت أول من كشف الفساد في عز السلطته وكنت أول من فتح ملف التوريث مش هتكلم على نفسي لكن أنا ما بخافش إلا من اللي خلقني ويعرف أنني أحب هذا البلد أدافع عنه وعن حريته ومستقبله أريد أن أسأل الأخ الشيخ الظواهري هل سنعود مرة أخرى إلى التخويف والتخوين والإرهاب والحد على الكراهية هل سنخرس الحقيقة باسم الجهاد هل سنعود مرة أخرى لكتم الأصوات بطلقات الرصاص وكم من الجرائم ترتكب باسم ديننا الحنيف